اشرافه وتكريمه لنا بالحضور في هذه الصبحية المواردة وإذن الذي تابعه منذ أن تقرر داخل مكتب الوطن هذا الهدف من اليوم الدراسي هو تسليط الضوء للمختصين أو المسؤولين بصفة أخص الذين ينتظرون على كما سمعتم أيضا أنتم كصحفيين وكما سمع الجميع على أن هناك ملف يتعلق بالمنظومة الصحية فاليوم الدراسي نحن بغينا فيه أساسا على أنه نقول للرأي الآخر على أنه لا بد من إشراك العاملين في قطاع الصحة بمختلف تنويناتهم أيضا بغينا اليوم يكون عندنا تصور حتى نحن من أجل المشاركة لطلبت مننا غدة وأكيد على أنها لا بد من إطلب مننا لأنه السيد وزير الصحة كان قال مؤخرا على أنه سيتم إشراك أو لا يمكن تدبير الملف خارج المنظومة الصحية وبالتالي هذا هدفنا هدفنا أساسا هو تصليط الضوء على المنظومة الصحية نحن كعاملين من مختلف شرائحنا ولا يمكن للصحة الصحة كيفما قلت هي واحد سلسلة اللي ما يمكنش تفرقها من بداية الدخول من الباب المشتشفى إلى آخر مرحلة ديال أن المريض يخرج على رجليه هناك ناس اللي كيشتغلوا كلها بفئته ولا بد من إشراك جميع الفئات إلا بغينا فعلا نوصلوا للمنظومة الصحية ونوصلوا لواحد النوع ديال الصحة أيضا أنتم كصحفين تبعتوا على أنهم طاحوا شهداء اللي كانوا كيشتغلوا داخل المشتشفيات في كوفيد مشاوا أطباء مشاوا ممرضين مشاوا أعوان ما عنديش أرقام ما عنديش أرقام مع الأسف فهذا الأرقام ماشي أنا المسؤولي ممكن خصص الصحة اللي تكون عندها عارفاش شكو اللي مشاوفاش من إقليم ولكن كان عارف أساسا أنه عندي داخل النقابة ديالنا عندي ناس اللي تمسوا بكوفيد وهما كي أدوا أعمالهم وتشافوا اللهم ولك الحمد اللهم ولك الحمد عندنا واحد فعلا يمكن نقول لك عندي واحد في سيدي إفني اللي يمشى أدمنستراتوري كونوم مع اللي إلهي الله العمر بيدي الله ولكن يمشى بالكوفيد وبالتالي الكوفيد غاي يجيبها منين؟ غاي يجيبها من الشفى اللي كان كي يشتغل فيه أكيد إذن إحنا من خلال هاد اليوم الدراسي بغينا نتصل طبعا هاد اليوم الدراسي اخترنا على أن يكونوا معنا الفريقين فريق الاتحاد العام للشغالين داخل المشتشارين وفريق حزب استقلال داخل المشتشارين أيضا باش يفهموا ويفهموا حتى القطاع كيفاش ماشي وبالتالي إحنا ما زال سنقدروا توصيات طبعا في هذا الموضوع وأنا ننتظر أن الوزارات شركنا مع باقي الفرقاء النقابي الأخرين وكذلك طبعا لا بد أن نظن على أنه لا بد من رأي كذلك السياسيين في هذا الموضوع وحنا مستعدين وكان نستعدوا أكثر من أجل أننا نكون عندنا ورقة وعندنا طبعا الآن كان نقرأ وكان ندرسوه اللي سبقونا الناس اللي سابقيننا في هذا التوجه اللي ماشي فيه كان حبدوه أكيد ولكن كان نقوله على أنه لا بد من رأينا داخل شي حاجة اللي كتعني ومتنسوش تابنوا معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة شكرا